اشتركوا في القناة وترأس سيد فوز لقجع الوفد المغربية للمشاركة في الدور الرابع والسبعين لكونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الذي عقد يوم امس السابع عشر مايا بالعاصمة الطيلاندية هذا وفي ذات الصيق كشفت تقارير اخبارية متفرقة ان سويسري جياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرر دعم سيد فوز لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية للعب ذاتها لرئاسة الكنفيدرالية الافريقية خلف للجنوب الافريقية موتسيبي وذكر تقارير صحفية قرية ان انفنتينو يرى في القجع الشخص القادر على الانتقال بالقارة الافريقية الى مستوى اخر اكثر تطورا كما فعل في الجامعة الملكية المغربية ويعد لقجع عضو البكتب التنفيذي داخل الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم من المقربين من انفنتينو وصلت وصل مع كهفة اذ يعتمده في اتخاذ الكثير من القرارات الخاصة بالشأن الكروية القرية خصوصا توفير الظروف المناسبة للعديد من الدول الافريقية التي لا تملك ملاحب مصادقا عليها لخوض مباريات على الاراضي المغربية واعلن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للكنفيدرالية الافريقية باسم الاتحادات الافريقية للعبة عن دعم كافة رسميا ترشيح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السويسرية جيان انفنتينو في الانتخابات السابقة لفيفا وتنتهي ولاية الجنوب الافريقية موطسيب على رأس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم خلال الجمع العام المقبل وما زال لم يعبر اي عضو داخل كافة عن نيته الترشح لهذا المنصب وترى مجموعة من الاتحادات القارية في لقجع الشخص المناسب لهذه المهمة للنهوض بكرة القدم داخل القارة كما فعل بالمغرب الذي حقق به نهضة كروية حقيقية نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء